هاي زيب خيبانات عاملين ايه معك وردوا فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والنهاردة عايز اتكلم يبقوا على الجهاز فليبس اللي ازالت شعر الجسم وهل هو بديل لاجهزة الاجهزة اللي موجودة في العيادات ولا لأ تمام فيا ريت قبل ما تتابعوا الفيديو للاخر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب دلوقتي حانت تروحوا تعملوا سبسكرايب على القناة لو انتم مش مشتركين لسه وتعملوا لايك للفيديو دوت وبس كده ويلا بينا نزيل انا عايز اقولكم ان الجهاز ده معايا من 3 سنين تقريبا اشتريته ب5000 جنيه من دلوقتي مش عارفة دقريبا بقى ب7 اه او اكتر بس يعني مريح مريح جدا بطريقة مش طبيعية بتعملي اي مكان انت عايزاه وانت قاعدة ببيتك معاعدة بتشرب كوباية القهوة بتاعتك وسريع جدا جدا اه ميزة عن الحاجات المنزلية التانية ان هو عنده الحتة دي عريضة تمام اه في اجهزة تانية اوكي منزلية بس هتلاقي اللي بتاعدي صغيرة قوي كده دي عيب فيها لانها بتاخد وقت كبير قوي عقبال ما بتعملي مثلا ايدك او رجالك اما ديت اه واسعة يعني ممكن اخلص ايدي كلها بدقتين او حاجة بدقتين تلات دقيق يعني سريع جدا جدا وسهل مسك يعني مسكته حلوة يعني على طول بتعملي على طول ما بياخدش وقته عقبال ما بتعملي من حتة الحتة تمام في شوية اجهزة تانية بتاخد مسلا تستني دقيقة او نص دقيقة كده لما يرجع تاني اه اه يعمل في الحتة التانية ده ده ما فيهوش الحتة دقيقة تمام اه وكمان بيبقى ييجي بيجي معايا الجهاز البتاع الصغيرة دي للمناطق البكيني وللوش واحيانا بعمل بداية وش عادي ما فيهاش مشكلة انتي عادي ممكن تغيريها وحتى تغيرها سهل جدا في كده بتحط كده تبقى جاهزة لمنطقة البكيني بيبقى حجمها صغير انا من النوع اللي بكست اعمل في العيادات فديه بالنسبالي مراحة جدا جدا في اي وقت في اي وقت انا فاضية بروح بعمل رجلي بعمل رجلي او ايدي او اي حتة انا عايزاها من غير ما روح العيادة وتوقفلوص وكمان السعر بتاع العيادة اغلى تريع انتي لو حسبتيها في دماغك هتلاقي ان الجهاز ده هيبقى اوفرلك مليون مرة اا من اللي بتعمليه في العيادة لان مثلا انتي عايز تعملي رجلك في العيادة يعني مثلا رجل الواحدة ممكن تكلفك الف رجل هوي الجلسة الواحدة بس ما بالك ما عايز تعملي تلات اربعة جلسات تماما علشان تعملي رجلك هتدفع اربعة تلاف بس على الرجلة في حين اني دوت مثلا بسبعة تلاف دلوقتي او ممكن احيانا في الخصومات بيبقى اقل وتعملي بالجسم الكل وبيجيب نتيجة حلوة جدا زي ما قلت لكم ان هو فعلا ما بيطلع ليش شعر في الله في ايدي يعني انا ايدي دي بعملها من السنة للسنة بجد ما بيطلعش فيها شعر نهائي تمام ورجلي نفس الحكاية وفي كل حتة تريبة انا استقيمت في كل حتة في جسمي تأثيره حلو جدا انا مش عارفة ليه بيقولوا على ان بتاع العيادة اه احسن بكتير من بتاع الجهاز المنزلي انا حاسة ان هو الغرض منه اه لاحظته يعني غرض ان هو ما يطلعش شعر فانا ما بيطلعش شعر ليه بقى بيقولوا على بتاع العيادة احسن انا مش عارفة بصراحة اه اه ما بيحرقش خالص يعني ممكن بتاع العيادات ممكن يعمللي بعلامات تحرق وكده دم ما بيحرقشه خالص خالص تمام مظاهب جدا مميزاته كتير وبحسن كامل مميزاته احسن من بتاع العيادة من اليوم مرة زي ما قلت لك مميزات ان هو ممكن تعمللي اي منطقة من غير ما تتكسفي ام فاي وقت فاضية فيه بعد ما تكمللي اسبوعين يعني انت مفروض دوت بتعمليه كل اسبوعين تمام اه بتاع العيادة مرة في الشهر فانت بعد ما تخلص الجلسة الاولى ويعدي اسبوعين فاي وقت وتغذيه وتعادي تعبليه وانت بتشراب القهوة عادي وسريع جدا ما بيخدش يعني رجلي كلها بتخدش مثلا اه من عشر دقايق رجلي الواحدة وغير كده ان هو ما بيحرقشه خالص ما بيحرقشه خالص يعني جربته على معاطق كتير ما تحرقتش ولا مرة منه انا اسمع برضو ان الاجهاز اللي بره دي بتحرق واحيانا بتحرق اه ممكن درجة تانية تالتة اولى اه يعني حرقات اه كبيرة يعني تمام ده ما بعملش كده خالص خالص انا انا جربت بره وجربت دوت واختي بيتجرب بره برضو اه حسنا مفيش اختلاف دايما بيشكركه بتاع بره يقولك لا اعمليه بره احسن في العيادات بس انا حسنا انا عن نفسي لو لو خيروني ما بين ده وده طبعا ده ده بكتير كمان ده زي ما قلت الغرض اللي منه اللي انا جبته عشانه خلاص ادى ادى المهمة يعني حلو جدا يعني فعلا مفيش شعر بيطلع لي خالص مش عارفة برضو هرجع اقول مش عارفة ليه بيشكركه بتاع بره اكتر تمام اه ممكن يطول شوية على بتاع بره مش عارف يعني انا الشعر مثلا ايه دي اخد مني ثلاث شهور قبل ما بقاش يطلع خالص مش عارفة بره ممكن تقريبا نفس المدة تقريبا بره بره هياخد ثلاث شهور ما افتكرش هياخد شهرين او شهر وهيبطل لك اه يطلع لك شعر يعني ما افتكرش اه بس اه في المناطق الحساسة برده ما بيحرقش ويبيجي من نتيجة سريعة جدا يعني مثلا انت هتستخدمي مثلا ثمان مرات هتحسي اه بفرق وهو اصلا في الشهر مفروض تستخدمين مرتين اه يعني قولي على ثلاث شهور على ثمان مرات كده او ست مرات هتلاقي فعلا النتيجة حلوة جدا هو ده كان فيديو النهاردة ما تنسوش السابسكرايب واللايك وعايز اقول لكم ان انا ان شاء الله بعد كده هنزل كل اه حد وثلاث وخميس هنزل فيديو اه انا دلوقتي فاضية مش هوراي اي حاجة قبل كده كنت بشتغل فدلوقتي انا فاضية فهنزل لكم على طول الفيديوهات ان شاء الله اتفتكو ونتسلى اكتر وبس استنيني بقى في الفيديوهات الجاية نشوفكو على خير ان شاء الله باي باي